اهلا بكم في البداية طبعا اشكركم جميعا على التعليقات الجميلة اللي وصلتني وعلشان باذن الله نكمل السلسلة دي مع بعض وهي سلسلة استهدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وبدأنا طبعا باننا حصلنا على اكاونت تشت جي بي تي علشان نجربه ونبتدي نتعامل معاه وتمنى انه يكون عجبكم وانكم تكونوا ابتدائتم تتعرفوا على التقنية الجديدة دي والنهاردة زي ما وعدتكم هنبتدي نستخدم تشت جي المدفوع الغير متاحة بشكل مجاني سواء في مصر او برا مصر لكن اكيد كلنا بنسأل ايه الفرق ما بين التشت جي بي تي والتشت جي بي تي فور اللي بيقدمهولي وليه موجود بشكل مدفوع فقط وغير متاح بشكل مجاني فقبل ما نبدأ نستخدمه يلا بينا نتعرف على الحكاية الحقيقة ان الحكاية بدأت في نوفمبر الفين اثنين وعشرين لما فجأة كده بدأت اوبن اي اي تعرض الموديل بتاعها بتاع الزكاة الاصطناعية زي ما احنا عارفين اي شركة نشأة بتلاقي بعض الصعوبات في البداية لكن اللي حصل مع الشركة المنتجة كان فوق كل التوقعات والتصورات في خلال شهر واحد كان في مليون مشترك في الخدمة الجديدة والعدد ده كبير جدا علشان تتخيل قد ايه هو كبير لازم تعرف ان الشركات كبيرة جدا ومشهورة زي الفيسبوك زي اليوتيوب زي تويتر زي كل الشركات دي خدت شهور طويلة واسنين علشان تقدر تحصل على المليون مشترك دول والسبب في كده ان المستخدمين الاوائل انباهروا جدا بالنتائج اللي حصلوا عليها وبتدوا ينشروها على الانترنت فايه النتائج المبهرة اللي خلت العدد ده كله يحاول يجرب هذي التقنية الجديدة الحقيقة اللي كان مبهر في الموضوع ان احنا بنخرب من الاتشات جي بي تي رسبونس او استجابة او مقالات كأن الانسان هو اللي كتبها بالزبط مش بس الانسان العادي ده انسان مثقف جدا وعنده معلومات قوية والحقيقة اللي كان بيميز المقالات او الاستجابات اللي كانوا بيحطوها على الانترنت دي كان انها مكتوبة بشكل احترافي جدا كتابات متماسكة منظمة متصلة ببعضها خالية من الاخطاء سواء النحوية او الكتابية والاعجب من كده انه بيكتب تقريبا في اي تخصص وفي اي مجال تتخيل وفي الطب في الهندسة في الادب في التعليم في كل المجالات بلا مبالغة طبعا النجاح الرهيب ده جذب كل الانظار اليه وطبعا كان اكبر الانظار اللي انجذبت هي الشركات التقنية العالمية الكبيرة زي مايكروسوفت وجوجل ومايكروسوفت اللي مايعرفش فدايما كان عندها مستخدم بحث اسمه كان دايما بيحاول يتفوق على جوجل ولكن كل المحاولات على مدار السنين اللي فاتت فشلت والاول مرة مايكروسوفت تلاقي الفرصة قدامها علشان تتفوق على جوجل فبتدت بسرعة تعمل اكبر استثمار في تاريخها كله بمقدار عشرة مليار دولار علشان تستخدم وتدمجه في محرك البحث بتاعها والحقيقة انها فعلا كان لها الصدق المرادي والاول مرة يتفوق محرك البحث على جوجل بسبب تقنية الحقيقة انه معداش وقت طويل وفي مارس الفين تلاتة وعشرين اللي هو السنة دي من حوالي تلات شهور بالزبط اعلنت عن الموديل الجديد بتاعها للتشات جي بي تي فور والحقيقة ان ده كان تغيير جوهري في التقنية والسبب في كده ان التشات جي بي تي ثري زي ما احنا قلنا كان بيدي نصوص انا ادي له نص وهو يرد علي بنصوص لكن التشات جي بي تي فور بيسموه ملتي موديل ان هو مش بس بيقبل النصوص لا ده انا ممكن اتكلم معه بالصوت او ان انا ادي له صور وانه يفهم محتوى الصور او محتوى الصوت مش بس كده ده عنده الامكانية او القدرة ان هو ياخد الكلام بتاعي دوت ويحاوله هو من نفسه الى فيديو لو انا طلبت منه لكن مش هو ده بس الفرق الكبير الفرق الكبير بقى في حجم الموديل ده نفسه وحجم البيانات اللي تضرب عليها كل موديل تشات جي بي تي ثري مسلا اتضرب على حوالي مئة تلاتة وسبعين مليار لكن على الرغم ان ما فيش ارقام معلنة بشكل رسمي لان هما كانوا بيعتبروا ان التكنولوجيا الجديدة دي يجب ان تحط بالسرية حتى لا يحصل عليها المنافسين فكان بتقدر بمئة لكن الحقيقة في غياب الارقام الرسمية فقالوا ان ده مبالغة كبيرة وان هو فقط لكن مازال الفرق كبير ما بين النسخة القديمة ونسخة الجديدة بعد شوية قال لك لا ده الشركة خدقاتنا ده مش موديل الجديد ولا حاجة ده هي الشركة خادت تمانية موديلز مع بعض وده ما جيتهم في بعض فبقى هو عبارة عن تمن انواع من تقريبا او موديل مشابهة ونتيجة للترابط الكبير ده طبعا خلى الاداء افضل طيب انا كباحس استفدت ايه من الموضوع ده لما النسخة الكبيرة ابتدت تتضرب على بيانات اكتر ابتدى المعرفة اللي عندها تكون اوسع فبالتالي ابتدى يديني نتائج ادق بنسبة اربعين في المية واللي ما يعرفش ان شارجي بي تي سري وكمان شارجي بي تي فور كان فيهم النسبة من التأليف بمعنى ان ممكن ما يبقاش عنده المعلومة ويبتدي يقلفها او يحصل حاجة اسمها وانه يبتدي يغير في المعنى او يفقد المعنى المطلوب الكلام ده قال بنسبة اربعين في المية في شارجي بي تي فور فبالتالي الاستجابة اللي انا بحصل عليها منه بقت ادق بنسبة اربعين في المية خلاص فدي الحاجة المهمة جدا اللي كباحث. الحاجة التانية انه اصبح ممكن يتكلم في مجالات ادق. يمكن في الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لشاتجي بي تي سري ولشاتجي بي تي فور لما عرضوهم لمجموعة من الامتحانات العالمية. فاللان الشاتجي بي تي سري كان عنده فعلا القدرة على انه يحل كتير من الامتحانات دي بشكل متميز جدا لكن بعضها كان الاداء فيه متواضع. لان الشاتجي بي تي فور غطى هذا النقص وابتدى حتى في الامتحانات دي بقى اداءه افضل لان زي ما قلنا ان المعرفة اللي هو اتضرب عليها اصبحت اوسع واكسر وبالتالي اصبح عنده معرفة وقدرة على حل الامتحانات دي. ازا انا كباحث بستفيد من ان انا عندي استجابات ادق. عندي معلومة اكسر دقة. عندي مجالات اكسر تخصصية ممكن يكتبلي فيها. والاهم من ده كله بقى هو التنسيق اللي بيكتبلي فيه والترابط في المعنى. لو فاكرين بو اللي احنا اتضربنا عليه وسجلنا عليه في الشاتجي بي تي سري اللي قدامكم دلوقتي ده نفس السؤال اللي انا طلبته من الشاتجي بي تي فور ومن الشاتجي بي تي سري علشان يكتبولي عن حاجة اسمها او تاريخ التعليم التكيفي في التعليم الطبي. تعالى كده نشوف الشاتجي بي تي سري. الحقيقة انه هو كتبلي مقال كويس لكنه تحسه في مجمله مش متخصص اوي او مش دقيق اوي او عايم شوية وما كتب ليش والكلام ده لان انا ما طلبتش منه اصلا انه يكتب لكن تعالى كده بقى على الشاتجي بي تي فور اللي موجود برضه على فلما اتبص على الشاتجي بي تي فور هتلاقي من الوهلة الاولى ان الكلام شكله جميل انه منسك بشكل افضل وانه منظم وانه حتى في التاريخ بتاعه ابتدى يقسمه الى فترات وانه مديلي عنوين اساسية وتحتها عنوين فرعية ثم الكتابة فبصراحة شيء منظم جدا وشيء مبهج جدا وده طبعا بيوفر علي موضوع التنظيم واستخلاص المعلومة ويمكن ده اكتر حاجة عجبتني في الشاتجي بي تي فور كده بعد معرفنا الفروق الاساسية والجوهرية الكبيرة ما بين الشاتجي بي تي فور والشاتجي بي تي سري يلا بينا نبدأ نستخدم الشاتجي بي تي فور ونجربه مع بعض بشكل مجان وزي ما شفنا تلات طرق علشان نسجل في الشاتجي بي تي سري فبرضو النهاردة عندنا تلات طرق ممكن نجرب بيهم بشكل مجان منهم طريقتين اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت وهي ان بو بيديك اسبوع مجانا لكن اصبح بيشترط انك تديله الاول رقم الفيزا عشان لو عجبتك الخدمة هيبتدي يسحب منك والمبلغ اللي بيسحبه مبلغ كبير فعلشان كده هنبدأ عن الاختيار ده الا للي حابب يجربه الحل التاني كلمتك عن بنج محرك البحث اللي طورته مايكروسوفت مع شركة اوبين اي اي وهي الشركة اللي طورت للشاتجي بي تي الحقيقة ان بنج دايما كان بيحصل على التقنية الاحدث سواء من التشاتجي بي تي ثري او التشاتجي بي تي فور علشان يحسن الاداء بتاعه وانه بيختار الموديل اللي يناسب الاحتياج من وجهة نظره وهنا تجربة مسلا انا دلوقتي لو طلبت منه انه يكتب لي مقال او رفيو او لتريتشا انا مبقاش عارف هو كتبه بتشاتجي بي تي سري ولا تشاتجي بي تي فور علشان كده بتديت استخدم معاه سطر جديد اضفه له بعد الطلب بتاعي اللي انا محتاجه منه واقول له يو شود منشن زي جي بي تي فرجن زي يوزد ان جينيراتي يو رسبونس لو سمحت قول لي انت استخدمت اي نسخة من جي بي تي وانت بتكتب المقال ده في معظم المقالات فهو بيستخدم جي بي تي ثري طيب انا بقى عايزو يستخدم جي بي تي فور فهبتدي ازود سطر كمان واقول له يو شود يوز جي بي تي فور لازم تستخدم لشاتجي بي تي فور وانت بتولد الرسبونس بتاعك او المقال اللي بتكتبه برضو بسيب الامر السابق اللي هو يو شود منشن زي جي بي تي فور زي ما احنا شايفين كده بيقول لي ان انا استخدمت لشاتجي بي تي فور وهو بيعمل المقال بتاعه طيب نيجي بقى لطريقة تانية خالص موقع اسمه سين كود الحقيقة ان الموقع ده موقع ممتاز جدا اول ما بتدخل في الجيميل بتاعك علشان تسجل حساب عليه بيديك تلات تلاف كلمة هدية من عشان تجرب الخدمة بحيث لو عجبتك تقدر تستخدمها بعد كده علشان اتأكد برضو لازم اكتب الامر ده هو انا بستخدم عشان تأكد انه ما بيتحكش علي وانه بيستخدم نسخة اقل لان في كتير من الموقع اللي بتعرض لشاتجي بي تي فور مجانا او حتى بفلوس هي في الحقيقة ما عندهش جي بي تي فور وتستخدم نسخة جي بي تي ثري على اساس ان مواظم المستخدمين مش هيعرفوا يطلعوا الفرق ما بينه هتمنى تكونوا استمتعتم بالحلقة بتاعته النهاردة وقبل ما تشتركوا في الجي بي تي فور فحابب اقول لكم ان في خلال الاسبوع اللي فات حصل تطور كبير جدا في الزكاة الاصطناعي واصبح فيه منافسين اقوية جدا يمكن تفتكروا اللي كلمتكم عليه في بوء قبل كده وقلت لكم انه في رأيي ينافس شخصيا في البحث العلمي وفي الكتابة المنظمة بتاعته الحقيقة ان ده تطور جدا وان فيه تطورات كبيرة حصلت عليه لدرجة انك ممكن تغير رأيك وتستغنى عن شات جي بي تي فور وتستخدمه وفي الحلقة الجاية هنبدأ مع بعض نجرب ان احنا نكتب مقال كامل او عن نقطة معينة مكونة من خمس تلاف كلمة في استجابة واحدة يعني هيكتب لي مقال كامل متماسك ومطرابط وده تطور كبير جدا ما كانش موجود وموجود حاليا بشكل مجاني وباسلوب يماثل لتشات جي بي تي فور فقبل ما تستعجل وتدفع فلوس في استنى معنا الحلقة الجاية نشوفكم على خير قدومتم في امان الله